والآن ننتقل معكم لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة المتابعة الاقتصادية لادا سارة نابي شكرا لكم إيمان وليلا مشاهدينا هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة أهلا بكم فأكد رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة أن مصر احتلت المرتبة الأولى إفريقيا من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة في عام 2022 وخلال كلمته أمام منتدى الأعمال والاستثمار الذي نظمته سفارة مصر ببكين استعرض رئيس هيئة الاستثمار الحوافز الاستثمارية التي تقدمها مصر للشركات الأجنبية لا سيما في عدد من الصناعات الحيوية وإنتاج الطاقة والهايدروجين الأخضر شارك في المنتدى أكثر من 120 من ممثلي الشركات والمؤسسات والبنوك الصينية ومجتمعات الأعمال الذين أعربوا عن ترحيبهم بدق المزيد من الاستثمارات في مصر والاستفادة مما توفره من حوافز ومناخ ملائم للاستثمار بدأ صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر سبتمبر وتتيح الحكومة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية لصرفها ضمن مقرارات التموين من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية استعدادات كبيرة أنهتها الدولة لبدء صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر حيث أقبل المواطنون على هذا المنفذ بمحافظة الجيزة والذي ياتي ضمن 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية وسط متابعة ورقابة من وزارة التموين لتسهيل عملية الصرف والتأكد من توافر كل السلع بالنيتين مواضيع خطة مسبقة للمراقبة على السوق ومتابعة صرف السلع التموينية للمواطنين على مدار الشهر عندنا تواجد في الشارع على مدار اليوم عندنا حملاتنا النهاردة كلها عندنا ما يقرب من 23 حملة على مستوى محافظة الجيزة تجوب شوالع جميع عن حق المحافظة للمتابعة المستمرة لصرف السلع التموينية للمواطنين المتابعة تستمر على منافذ الصرف التي تأتي من مخازن شركات الجملة لصرف 31 سلعة متنوعة لأربعة وستين مليون مواطن المستفيدين من الدعم للسلع بتكلفة 37 مليار جنيه سنويا الجيزة فيها 2500 تاجر فيها حوالي 2 مليون بطاقة من الساعة 9 الصبح المواطن بينزل بيلاقي بضعته على مستوى الجيزة كلها السلس بيفتح من 9 ساعة الصبح كل المنافذ الشغالة كل 31 سلعة متوفرة كلنا تم استعداد المواطنين باجي هنا على طول الناس مرتاحة جدا وناس كويسين ومحترمين جدا وباجي أخذ طواميني من هنا على طول جهود متواصلة لمطابعة المنافذ التموينية والمجمعات في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع المختلفة وبأسعار مناسبة والتأكد من عدم التلاعب بالأسعار محمود جميل التلفزيون المصري تواصل الدولة جهودها لتوفير كوب لبن آمن للأسرة المصرية ضمن خطتها لتطوير مراكز تجميع الألبان يأتي مركز الخير بقرية الغر بمحافظة الغربية على رأس المراكز المتخصصة بتجميع الألبان بطاقة استيعابية تصل إلى 30 طن يوميا من أجل كوب لبن آمن يتواصل تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الدولة ومن بين تلك المراكز مركز الخير بقرية أبو الغر بمركز كفرزيات بمحافظة الغربية والذي تم تصميمه وتنفيذه على مساحة أربعمائة متر تقريبا واكتياز اختبارات التقييم لشهادة الهايبر والأيزو وذلك بطاقة استيعابية تقدر بثلاثين طن يوميا نحن هنا في المعمل طبعا لازم عند استلام الألبان اللبن بيمر بمراحل معينة بنبتديها هنا من خلال المعمل ومن خلال التحليل طبعا بنخش الأول نحلل اللبن من المضادات الحيوية ومن التهابات الضرع ومن الفات والبروتين المبادرة الرئاسية تهدف إلى العناية بإنتاج وتصنيع الألبان والارتقاء بجودتها لإمداد المستهلك بالألبان ومنتجاتها بشكل نظيف صالح للاستهلاك الأدمي خالية من كافة أنواع المسببات المرضية للإنسان طبعا محافظة الغربية من المحافظات الرائدة في إنتاج الألبان بصفة عامة ومراكز تجميع الألبان بصفة خاصة نحن عندنا هنا في محافظة الغربية عندنا تمانيين مركز تجميع ألبان كحصر إنما المطور منهم ما طورناه إحنا طورنا 25 ما تم تطويره ثم حصل على شهادة الجودة عدد 6 مراكز تجميع الألبان تعد من المشروعات الواحدة التي توفر فرص عمل في المناطق المقام عليها المركز كما يعمل المشروع على تقديم حلول عملية لرفع جودة الألبان المنتجة لدى المربين الصغر من خلال تطوير عمل نقاط ومراكز تجميع الألبان في أسواق البترول العالمية حفظ خام برينت على مستوى فوق 87 دولارا للبرميل بينما تتجه أسعار الخام لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين مدعومة بتوقعات بنقص الإمدادات صعد خام برينت بنسبة 1.29% يسجل 87 دولارا و95 سنة للبرميل وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكسس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.29% يسجل 87 دولارا و95 سنة كما صعدت أسعار المزاد عالمية بنسبة 2 من 100% لتصل إلى 3 دولارات و13 سنة للتر هذا وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.83% من 100% لتسجل دولارين و42 سنة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أنها أجرت مناقشة مثمرة مع رئيس الوزراء الصيني لي تشايينغ معربة عن تطلعها إلى العمل مع بكين فيما يتعلق بقضايا عالمية مثل تغير المناخ ودعم الاقتصادات النامية وخلال زيارتها للصين التي تستمر حتى يوم الأحد المقبل للقاء كبار القادة الصينيين قبل التوجه إلى إندونيسيا والهند لحضور قمتين أسيان ومجموعة العشرين أكدت مديرة صندوق النقد الدولي أن اقتصاد الصين سينمو 5.2% هذا العام ارتفاعا عن 3% في عام 2022 قبل أن يتراجع إلى 4.5% في عام 2024 نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة والآن عودة من جديد إلى إيمان وليلة إليكم شكرا لكي سراني شكرا لكي fromاء